اشتركوا 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 في القناة 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 تحتاجو يوم يعني يعني ماشي يعني استعمال يوم اللي انا كتسهل عليكم الاستعمال وكتجبدوها وتردوها وكتاخدش الاسباس يعني في اي مكان طح لكم اللي ممكن توضعوها ممكن انكم توضعوا فيها اللي بغيتو لانها فعلا عملية ورائعة ومثلا توضع في هاد العلب هادو بحالة العلبة اللي عندي هنا اا تديرو فيها جوج عولة ولا تدير في جوج عولة بتستغلو في الاشياء اللي ما كتبغيواش انها تقيسها لكم الرطوبة او الى الميداتي مثلا لما بتشتوضعوا بابيجينيك الكامل ستوضعوا غيواحدي لما عندكمش مثلا المكان فتحتوه كذلك كتستغلو كتوضعو فيها لكي الناس اللي عنهم ضايق ما عندهمش مثلا في بزاف ديال الاشياء يعني هادك كتستغلوها في المساحات الضيقة مثلا هاد الحفاظة ديلكم ممكن تديرو في استغلوها بهادوك لما كيبغيوهم شبانو يعني ستستغلوها بطريقة اللي يبغيتون شو ما يعني را عملية ورائعة وعندها ثلاثة ديال الرفوف فعلا فعلا غتفيدكم بزان وكذلك بالنسبة للحمام اللي بتشتديرو في هاد الاغراض الخاصة بكم ممكن تديرو فيها غير موات تنظيف الخاصة بالحمام وكذلك الناس اللي كيديرو الخياطة ممكن يستغلوها غير في اللوازم ديال الخياطة اا يعني كتستغلوها فقال الاشياء اللي صغيرة والاشياء اللي كتخافوها ان تتوتر لكم والاشياء اللي كتبغوها تكون قريبة لكم فعلا راها عملية ورائعة ممكن تستغلوها في اي حاجة اللي كان عندكم دق كما تشوفوا معي حتى الفاطي الكبار هكا يعني اي حاجة الاغراض ديالكم كلها يعني كتوضعوها فيها وممكن تستغلوها حتى المواد الغذائية مثلا دكش اللي ما كيخسارش تحت البلاكار الى بيتوضع فيها الفرماج العسل يعني دكش ديال المواد الغذائية من الناس اللي معنوا شي بلاكار او شي مجر او شي منظم ممكن توضعوها كذلك تتنظم لكم كل شي بطريقة جد رائعة كنتمنى فعلا هاد الافكار البساط اللي تقسم سعاكم انهم ينالوا الاعجاب ديالكم ما تساوز تقولي ايش كل فكرة اللي عجبتكم اكتر وشنو كديروا بها نسوما كذلك شنو كنتنظموا بها نتقسموا الافكار مع بعض وهناك يكون الفيديو دي النساء لو كنتمنى هاد الحصة تكون خيفة ضريفة على قلبكم بتكونوا استفتولوا بالقليل بتنسونيش من لايك تبارتاجوا فيديو مالاهل والحب لكم باش فائدة تعموا كذلك تخليوا لي تعليق لكم مشاجعة وانتظرو الجديد ديالي ولي المزيد من الحيل والافكار مرحبا بكم في القناة والى حصة قادمة باذن الله مع السلامة